تارق وأهلا بكل مشاهدينا إذن إن شاء الله سيكون في قدوم اضطراب جوي من متوسط إلى نشيط الفعالية سيخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك الجنوب الغربي بتساقط أمطار وثلوج بإذن الله إذن هذا الاضطراب سيكون أكثر تبالا ونشاطا بداية من يوم الغد الأحد ويستمر إلى غاية يوم الثنين فيما يخص أغلب المناطق الشمالية كما نلاحظه الغربية الوسطى والشرقية تحديدا الولايات الداخلية فيما يخص الثلوج إن شاء الله ستخص المرتفعات الغربية التي يصل لها إلى 1300 متر أما فيما يخص المرتفعات الداخلية الشرقية فسيخص إن شاء الله المرتفعات التي يتراحلها بين 900 إلى 1100 متر إن شاء الله الثلوج ستكون خلال ليلة يوم الغد الأحد إلى الأثنين أما فيما يخص الأمطار فستخص كل من تلمسان سيدي بالعباس وهران مستغانم معسكر سعيدة كذلك شلف حتى بالنسبة للتيارة إن شاء الله الجلفة الأغوات البيض بالنسبة للمناطق الشرقية باتنا أيضا باتنا معنية بتساقط الثلوج إن شاء الله والجنوب الغربي تحديدا على بشار وتندوف كمية الأمطار المتوقعة فيما يخص الجنوب الغربي تقارب إن شاء الله حوالي 40 مليمتر محلية إذن ستكون معتبرة فيما يخص المناطق الشمالية للوطن فكمية الأمطار قد تصل تتراوح بين 30 حتى 40 وقد تصل حتى 50 مليمتر محلية كما نلاحظوا فيما يخص أغلب المناطق الشمالية للوطن إذن الأمطار ستكون خلال ظاهرة اليوم فيما يخص الجنوب الغربي تمتد خلال أواخر ظاهرة اليوم فيما يخص الولايات الغربية وغدا ينتقل هذا الإفتراب الجوي ليخص المناطق الشمالية الوسطى والشرقية بتساقط أمطار يرتقب إن شاء الله سجل تحسن مؤقت في الوضعية الجوية خلال يوم الخميس وإذن توقع طويلة المدى تشير على أنه سيكون خلال الأسبوع المقبل قدوم إصدراب جوي آخر يخص المناطق الشمالية بتساقط أمطار محلية ستكون معتبرة تقارب إن شاء الله 40 حتى 50 مليمتر محلية وستخص إن شاء الله أغلب المناطق الشمالية للوطن إذن هذا خلال الأسبوع المقبل إذن نقدر نقول أنه بداية شهر مارس ستكون ممطرة بإذن الله على أمل أن تستمر هذه الوضعية الجوية خلال الأسبوع المقبلة ونبقى من سجل أجواء شتوية إن شاء الله فيما يخص تساقط الثلوج كذلك على أغلب المرتفعات الداخلية للوطن وإن شاء الله لما تكون على مستويات أقل فيما يخص مشاهدين توقعات درجات الحرارة الدنيا والقصوى فبإذن الله ستكون نوعا ما منخفضة خاصة مع تساقط الثلوج المتوقع إن شاء الله فيما يخص المناطق الداخلية للوطن بالنسبة لباتنا خنشلة بساق سنتينة سطيف أمل بواقي برج وعري ريجن عامل بيد مشرية وكذلك سعيدة حتى بعين الدفلة ستكون دون السفر في حدود درجة واحدة تحت السفر مسجلة خلال الفترة الصباحية والمسائية فيما يخص مشاهدين السواحل الوطنية درجات الحرارة القصوى لن تتعدى حوالي 17 درجة المناطق الداخلية ستتراوح بين 8 إلى حوالي 12 درجة فقط فيما يخص أغلب المناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس بشار واتيندوف معنية بتساقط الأمطار إذن درجات الحرارة نوعا ما مقارنة بباقي المناطق الجنوبية ستكون منخفضة تتراوح بإذن الله بين 17 إلى حوالي 22 درجة للإشارة المناطق الجنوبية دائما نبقى نسجل فيها تطاير زوابع رمضية تحديدا على أقصى الجنوب الجزائري والرياح ستقارب إذن الله حوالي 40 كم في الساعة نعود نرجع فيما يخص توقع الدرجات الحرارة المسجلة كعلى مقياس في حدود 37 درجة بأقصى الجنوب الجزائري إن صلاح وأدرار سنسجل في حدود 27 درجة غردا يازل فانا المنيع الوادي والجلال تقورت حتى بالنسبة لإليزي جانات وإناميناس ستتراوح بإذن الله بين حوالي 22 حتى 27 درجة خلال الأيام القليلة المقبلة فيما يخص الإنخفاض في درجات الحرارة الدنيا والقصوى سيخص تحديدا المناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس فيما يخص مشاهدين الرياح سيكون في هبوب رياح قوية هذا الاثراب الجوي سيكون مرفوق برياح قوية تخص أغلب السواحل الوطنية الرياح للأموم ستقارب 50 كم في الساعة أما فيما يخص السواحل الوطنية كالقالة عن نابا جيجلسكيك دابي جاية أزفون دلس الجزائر العاصمة كذلك شرشل تنس حتى مست غانم أرزيو وهران بن يصاف الغزوات ومرسى بن مهيدي فالبحر سيكون بإن شاء الله هائج دائما على أغلب السواحل الوطنية الرياح قد تتعدى 70 كم في الساعة وعلو الأمواج قد يصل إلى أربعة أمتار خاصة كما نلاحظه فيما يخص السواحل الوسطى والغربية للوطن إذن بإذن الله الأجواء ستكون غير مستقرة قدوم اثراب جوي مثل في تساقط أمتار وثلوج مع هبوب رياح قوية سيخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك الجنوب الغربي خلال الساعات القليلة المقبلة أكيد أكثر تفاصيل ستكون في وعدنا الإخبارية اللاحقة والعودة لاستكمال بقية الأخبار مع طارق شكرا جزيلا لك أنا على كل هذه التفاصيل التي قدمتها لنا فيما يخص مستجدات